تمكنت المديرية العامة للضرائب منذ الفاتح من جنوذي إلى غاية نهاية السوداس الأول من العمل الجاري من تحصيل ضريب معتبر وذلك تنفيذاً لتعليمات الحكومة التي أكدت على أهمية استرجاع أموالها العالقة لدى التجار وأصحاب المؤسسات لاستغلالها فيما يمكن إنقاذه من مشاريع تضررت جراء تراجع سعر البترول في الوقت الحالي حيث كشف وزير المالية عبد الرحمن بن خلف عن تمكن المديرية العامة للضرائب من تحصيل أزيد من 50% كرسوم ضريبية كانت تدين بها لأصحاب المؤسسات والتجار خلال أشهر الست الأولى من السنة الجارية والتي تعادل نحو 125 ألف مليار سنتيم من إجمال ديون يقدر بـ 2500 مليار دينار